بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلونا مرحبا بكم على قناة STC مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو يو اس دي على البايناري عنوان حلقة اليوم تحليل صفقات يوم الخميس الموافق 29-2021 تحليل اليوم إن شاء الله سيكون للصفقات التي مدتها أربع ساعات على نفس الطايم فريم عندي في اليوم ده ست صفقات الأولى من ثلاثة صباحا وحتى سبع صباحا الثانية من سبع صباحا وحتى حداشر صباحا الثالثة من حداشر صباحا وحتى الثالثة ظهرا الرابعة من ثلاثة ظهرا وحتى سبع مساء الخامسة من سبع مساء وحتى حداشر مساء السادسة من حداشر مساء وحتى نهاية اليوم قطرة الأولى التي تبدأ من ثلاثة صباحا وحتى سبع صباحا لمدة أربع ساعات تمثلها الشمع رقم واحد شمع حمراء بيعية دبابية جاءت في اتجاه عرضي كتصحيح للاتجاه السابق الذي كان صاعدا لو لاحظنا هللاقي ان الشمعتين اللي كانوا قبل هذه الشمعة هما شمعتين سبينينج توب وزي ما احنا عارفين ان شموع سبينينج عموما تعبر عن تعب وانهاك وضعف الاحدى طرفي المعركة وحيث ان الشمعتين جاءت في نهاية اتجاه صاعد اذا فهما يعبران عن بداية ضعف المشترين وظهر ذلك واضحا في هذه الشمع الحمراء البيعية التي جاءت بعدهما والتي توحي بان البائعين استغلوا هذا الضعف في قوة المشترين ودخلوا بعمليات بيع تصحيحية الا ان المشترين استجمعوا قواهم عند هذه المنطقة والتي كانت تمثل منطقة مقاومة فاصبحت منطقة دعم للمشترين فيما يعرف بتبادل الادوار بين الدعوم والمقاومات وعملوا الشمعة رقم اتنين شمعة شرائية ثيرانية وهي شمعة مساوية في المقدار ومضادة في الاتجاه للشمعة التي سبقتها وبذلك نجح المشترون في كسر هذه المنطقة ثم اخترقها الى اعلى ظهر ذلك جليا في الشموع التي تلت هذه الشمعة ابتداء من الشمعة ثلاثة وحتى رقم ستة حيث وصلت الاسعار ارتفاعها حتى نهاية اليوم والسؤال الان كيف اتعامل انا كمتداول مع هذا الوضع رقم واحد هستنى لما يخلص وينتهي الاتجاه العرضي تماما واعرف اذا كان السبوق سوف يستمر في الصعود الى اعلى ام انه سوف يهبط بعد كده اشوف لما تخلص الشمعة رقم واحد شكل الشمعة اللي بعدها هيكون ايه هلاقي اتكونت عندي الشمعة رقم اتنين خضراء شرائية توحي باستمرار الاتجاه الاعلى بس دي تقريبا شمعة قد رقم واحد ولا توحي ولا يتضح منها اين سيكون الاتجاه رقم ثلاثة استنى الشمعة اللي بعد رقم اتنين وهي رقم ثلاثة ودي انا بسميها الشمعة التأكيدية اذا اغلقت هذه الشمعة اعلى من مستوى الاتجاه العرضي كان الاتجاه مرشح للصعود والعكس اذا اغلقت هذه الشمعة تحت مستوى الاتجاه العرضي كان الاتجاه مرشح للهبوط وباكتمال وانتهاء الشمعة رقم ثلاثة هلاقيها افلت فوق مستوى الاتجاه العرضي لاعلى اذا الاتجاه مرشح للصعود ابتدي ااخد صفقات شراء ابتداء من الشمعة رقم اربعة وممكن خمسة وممكن مع احتمال ضعيف ااخد رقم ستة مع الاخذ في الاعتبار انه يفضل ان انا ااخد صفقة واحدة بس او اتنين بالكتير الشمعة رقم اربعة وخمسة لان ده زمن كبير على طايم فرين كبير صفقة واحدة مضمونة تكفي وهذا تحقق في الشمعتين اربعة وخمسة يعني اربعة بنسبة تسعين في المية خمسة بنسبة تمانين في المية ستة بنسبة ستين في المية او اقل لان احتمال بعد الشمعة خمسة السعر يعكس عليها وخاصة اذا كان هيئاب المنطقة مقاومة جديدة وبذلك نكون قد انتهينا من تحليل هذا اليوم الى ان نلتقي في اليوم التالي لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني اشتركوا في القناة